السلام عليكم. اليوم احبنا نتكلمو على المدينة الجديدة بوهران المسمى احمد زابانا. ونفتح قوس هما هي. يا يعني المدينة هذه الافضل الاحسن ان تسمى زابانا. زابانا. يعتبر اسم مدينة زابانا. بالآف الآف الآخي بدون ما نضيف له احمد زابانا. تبقى مدينة زابانا الجديدة. هو افضل تسمية. افضل من من تسمى باسم انسان احمد زابانا حتى ولو نعرف ان الاسم هذا يعود لصاحبه اول مجاهد شهيد اعدمه بالمسقالة في الجزائر في بداية حرب التحرير. ونقفل لقوس هذا. ثم نعود الى المدينة الجديدة هذه. متواجدة هنا. هنا يا شوفوها هنا. وهنا عندما نشوف اه التوزيع انتع المجمعات السكانية. نطرح شحال من سؤال. هذا امر غير طبيعي وغير منطقي. يعني التبديد انت على التبديد والتبذير في اله في الوعات العقارية في الاراضي يعني يحدث ولا حرج. يعني عملية تبذير كبيرة. ويعني عملية اجرامية يعني في الحقيقة. نشوف يعني هنا بعض الفضاءات موجودة. نكمل الفضاءات الموجودة. نغلقها كليتا. هنا 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 هنا. ننتهي كل من كل الفضاءات الاوعية العقارية الموجودة. ثم ننتقل نفتح اوعية مجمعات جديدة. علش نروح هنا مثل. هنا عندنا البريفيريك انت عوهرنا. هنا الخط الدائري. نكمل وشكين تحت داخل الخط البريفيريك. نكمل كل الاوعية. ثم ننتقل الى مناطق اخرى بعيدة. هذا يعتبر تبديد وغير منطقي. علش? عندما نبني مجمعات جديدة. تكلف الاموال من ناحية توصيل كل الماء والغاز والكهرابة. ونخلق مشاكل للساكنة. معزولين بعاد. بعاد على المركز المدينة. وكل يعني من مستشفيات ومطارس وجامعات. هلاش نحزل نفتح هنايا هنا مجمع سكاني منعازل. نكمل الاوعية العقارية الموجودة داخل المدينة. او على حواف المدينة. كم هنا مثال. وبعد نروح نبعد ندير نخلق مجمعات سكانية جديدة. هذا يعني غير منطقي. وينم عن اه حالة مافيوية في العقار. يعني كل واحد مسؤول يجي يقول لك هنا يا المجمعات الموجودة. عندها مواليها. انا نخلق مجمع جديد. ونجيب له مواليه واحد اخرين. فيها التفكير مافيوية هنايا. وغياب اه غياب اه هنا هنا يتحكم في العقار وتحكم وعدم التحكم في العقار وعدم التحكم في التهيئة العمرانية هذا ينم عن ضعف ضعف لدى الدولة الجزائرية بفرض فرض تهيئة عمرانية اه منظمة ومهيكلة ويعني اه لابد لابد ان الدولة تضرب بيد من حديد وتفرض طريق تفرض الطريق وتفرض الرصيف وتفرض الفضاء الاخضر وتفرض التشجير وتفرض التهيئة بقوة القانون وبالنزع الملكية اذا اقتضى الامر. لكن حتى واحد ما يقدر يمنع الدولة من ان تتم طريق معين او طريق سيار او تفتح مدرسة او تفتح فضاء اخضر. الدولة لابد ان تفرض اه تهيئة عمرانية بقوة القانون والان اه نقول لهذا الفضاء هذي اللي خلقوه هذه المدينة الجديدة لا نعرف لماذا المهم هذه المدينة الجديدة هنا فنشوفها يعني في وسط الطبيعة ما عندها حتى الفايدة ما عندها حتى الفايدة نشوف احنا يا عمارات كلها عمارات هنا عمارات مترامية الاطراب هذه هي المدينة الجديدة المسمات احمد زابانة نشوف حتى في الامرات التصاميم اللي عندي ماكيش اه اه تواصل من ناحية الخضاءات بين القديم والجديد المفروض تكون متواصلة تكون فيها التواصل بين هذا الحي والمدينة الجديدة. من ناحية الطرقات. لازم نتوصل الطرقات. نفس النسيج العمراني هذا يجب أن يكون مستمر. لازم تكون استمرارية في خلق الأنسيجة العمرانية. لازم مثال هنا. عندنا هذا الحي هنا. مرة التواصل بتاع الحي هذا مع الحي الأحياء الموجودة. ما كان حتى التواصل. حتى داخل المدينة هنا. داخل نسيج العمراني. نشوف ما كانش تواصل بين الأحياء القادمة والأحياء المضافة الجديدة. ما كانش تواصل. هل لازم يكون مخطط عمراني وفيه فيه تواصل من ناحية الخضائط. وكذلك تكون فيها أنماء عندما ندير نخطط الطرقات والفضاءات وكذا. تكون هذك المخططات تتبع لأشكال هندسية. شفنا هذا الأمور في كل دول العالم موجودة. حتى في الدول القريبة لنا. لكن في الجزائر مكاش طرقات عشوائية. التخطيط عشوائي. آآ ما انا اشوف امر بسيط جدا. نشوف هنا. هذا هنا كاين. هنا. آآ شكل. نروح للجهة مننا نشوف شكل آخر من هنا. لكن تواصل اين التواصل يجب تكون تواصل بين هذا الحي وهذا الحي وهذا الحي. يكون فيه تواصل. احنا على بالي بليكين ممكن يكون فيها تضاريس. تضاريس تمنع شوية نوعا ما تمنع التواصل هذا. لكن بقوة البلدوزير والشاحينات والوسائل الميكانيكية ممكن نتغلب على 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 التضاريس. نتغلب على التضاريس. ونخلق تواصل من ناحية الطرقات. نوسل الطرقات ما بينها. هذا يهم لان الانسان الانسان هو هو الهدف. الهدف في كل هذا العملية التعمير. الهدف منه هو الانسان هو خدمة الانسان. اذا الانسان انا ندر له نخلق له نخلق له ما نسهل لهش الحياة. ونخلق نخلق مجمعات مترامية منفاصلة. اه بعضها البعض كيف رح يوصل يعني كل الطاقات اللي تجعله يعيش من من غاز وكهرباء وماء والضوء والياف بصرية و يعني مرافق اجتماعي. كيف هنقدر نوصل اه كل هذه الاشياء الى مجمع اذا كان هذا كل مجمع معزول معزول. يعني اش نعزل? كي نعزل المجمعات نزيد في التكلوفة متع البناء. نزيد في التكلوفة. لانه لازم لازم نضيف مسافات كبيرة كيلومتر زوج كيلومتر ثلاثة اربعة خمسة الى عشرة كيلومترات في 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 اله في اله وسائل اه هذه الوسائل تعل المرافق هذه اما كهرباء ومننا نوصلها نمشيها عشر كيلومتر بش نوصل نوصل لهذاك المجمع الساكاني. من الافضل ومن الطبيعي ومن الباديهي ان هذك المجمع نديره داخل المجمع. هنا مثالا كين فضاءات نقدر هذو كل العمارات يزدناهم نكملوهم هنا نكملو هنا نكملوهم. وثانيا عندما نحن نبني كل الفضاءات هنا داخل المدينة. يصبح الموحيط يصبح انقيم ما فيش غبار. ما فيش. لان هذه المساحات هذي هنا هي داخل المدينة. هي تعتبر نوريجين تعال الغبار. منها اللي يروح الغبار يخرج الغبار للمدينة. يكون فيها غبار ويكون فيها الى كالنا في الصيف راح غبار ولكننا في الشتاء رهطين وغرق على الطرقات. كل هذه الفضاءات الفارغة هذه غير مهيئة. هذه المفروض لازم تهيئ. لازم تكون اربانيزة. ليس معناه لازم نبني. ليس معناه لازم نبني حاجة لكي ندروا اربانيزة. في بعض الاحيان هي تهديم الأشياء. نهدم اشياء. لكن لازم لا نخليش الاراضي في حالها طبيعية بتربتها بالغرقات ديالها بكامل. يعني نبنيها نديرها في مساحة خضراء لا لازم نديرها مساحة خضراء ولكن نبنيها مرافق ندير مرافق. لكن عمالية التهيئة التهيئة لازم تكون كاملة مئة بالمئة وانطلاقا من المركز انتاع المدينة. كما هذه. هذه رأي تقريبا في المركز انتاع المدينة. ما لازمش تبقى هذا. وعلى الدولة ان تفرض هذا بتعمير انتحها. اذا كان في اشخاص واحد يقولوا كان هذي تاعي واحدا نعطاه هذي تطاف هذي كالبي واحد يقولها ما نعطاه هذي لوندي واحد يقولهم انا هذي تاع جدودي واحد يقولهم انا هذي تاع ورصة عبابة. دولة تفرض تهيئة مهما كان البروبريتير بتاع الارضية هذه الدولة تفرض التهيئة انتحها. ما تبقى هكذا خمسين ستين سنة منذ الاستقلال وهي هكذا. لازم كل الاجزاء متواجدة داخل المدينة. لابد لابد من الدولة ان تفرض التهيئة انتحها. باش ما يقوالوا. وبعدين عندما نعمر. نظر نكمل هنا عندنا البريفيريك هذا الرابع هو اللوكاتريان بيريفيريك هذا اللي يمر على الطاية تاع مرسلي هنا يا. لازم على اللوكاتريان بيريفيريك هذا يا. كل ما هو داخل اللوكاتريان بيريفيريك لازم يتم تحيئته. نهائيا. الاربانيزاسيا. يا اما مساحة خدراء. يا اما احياء سكانية. يا اما مرافق اجتماعية وخدماتية. المهم. لازم الانتهاء من كل هذه الفضاءات. بعدين نوحو الفضاء هذا. جاي بعد الوثانكيان بيريفيريك هنا. عندنا الوثانكيان بيريفيريك اللي تم افتحه موقعا. لازم نكمل هنا يا. كل الاوعية العقارية. وبعدين نفتح مجمعات جديدة. ولا بد على الدولة الجزائرية. هذا مهم جدا وجدا وجدا. واكد عليه. اه مش غال مرة هذه سأؤكد عليه في الفيديوهات المقبلة. سنتكلم عن موضوع هذا. بدون كالل ولا مالل. لن اكد او حتى لو يشوفني مشاهد واحد. لا يهمني الامر. انا اتكلم عن هذا الموضوع تعتهي العمرانية. وسوف اتكلم عليه ان شاء الله. ما احييت. على الدولة. اقول واكرر. على الدولة. المفروض على الدولة من اليوم فصاعدا ان تمنع منعا بتا كل فتح مجمع سكاني جديد. لا بد ان تمنع من فتح سكانات سكانات جديدة. مجمعات سكانات جديدة معزولة. لا بد ان نمنع هذا النوع من البناء. لكان منعازل. البناء ابتداء من اليوم. لابد 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 ان يكون تكملة للمجمعات الموجودة حاليا. تكملة. للمجمعات الموجودة حاليا. والاولويات تبدأ من مجمعات القريبة من مركز انت على المدينة. وعيد واكرر. لا بد على الدولة ان تمنع. من فتح مجمعات سكانية جديدة. هنا نروح هنايا نشوف مجمعات سكانية جديدة. هنا 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 لا بد على الدولة. هنا هنا لا بد على الدولة ان تمنع منعا باتا. وعيدها هذه المهم جدا. ان تمنع فتح اي مجمع سكاني جديد. مهما كانت حتى ولو كان بيت. حتى ولو كان بيت. اللي حبي يبني بيت يروح المجمع يشوفي اذا برسه يروح المجمع يشير في المجمع وكان مجمع موجود. ويبني فيه. يعني متصل مع المجمعات الموجودة. لكن ممنوع 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 ممنوع. شوف يعني الاراضي الفلاحية كلها. شوف المجمعات مفترقة في كل اماكن. كل الاراضي الفلاحية تم هضروها. يعني الشي رهيب هنا شوف مجمعات من من. وهي بعض المجمعات جديدة. المجمعات جديد كي تبنيه وفا توصل للماء وتري سيتي والغاز ومنه. ويعتبر اه في اغلب الاحيان هذه المجمعات الجديدة هذي اراضي في الاحيان تم تغيير تغيير مسارها بطرق ملتوية. فايدا الدولة على الدولة هن تفرض هن تفرض هن تفرض هن تفرض مخطط عمراني اه بقوة القانون بقوة القانون اعدوها بقوة القانون. والسلام عليكم.